بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل ضيفنا الدائم في هذا البرنامج سماحة السيد مناف الجزائري حياكم الله سماحة السيد وأسعد الله أيامكم الله يحفظكم إن شاء الله أسعد الله أيامنا وإيامكم إن شاء الله بكل خير وأسعد الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من الصائمين ومن الفائزين وأن يتقبل صيام جميع المؤمنين والمؤمنين والغاية القصوى هي مرضات الله سبحانه وتعالى اللهم آمين يا رب العالمين فأشكركم الله يحفظكم سماحة السيد وأشكر جميع الكادر المحترم بأحسن المبارك الله يحفظكم سماحة السيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم ومن جميع المشاهدين الكرام أفضل الأعمال إن شاء الله اللهم آمين يا رب العالمين بأحسن القبول أحسنتم سماحة السيد بارك الله فيكم رح نتحدث سماحة السيد في القسم الأول من الحلقة عن قضية جدا مهمة اللي احنا على أبوابها إن شاء الله قضية العيد وبعد إن شاء الله الفاصل رح نتحدث أيضا عن الهلال وثبوت هلال شهر شوال بإذن الله تعالى سماحة السيد ما هو العيد تحديدا بارك الله فيكم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقبة من لساني يفقه قولي قال الله العظيم في كتابه الكريم وبالتهديد في سورة المائدة آية رقم مئة وأربعة عشر اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العلي العظيم طبعا هذه الآية المباركة شأن نزولها أن الحواريين طلبوا من عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أنه ينزل لهم فدمائدة من الجنة مائدة من الطعام للتبرك يتبركون بطعام الجنة ويقوم فقضية مفصلة أنا مارينة مقدمة من باب التبرك نذكر هذه الآية فعيسى عليه السلام طلب من الله عز وجل اللهم ربنا وهذه كل عبارة يعني اللهم ربنا دعاء وأهم شيء هو الدعاء النجوم الأنبياء جد يأكدون على الدعاء الأولياء جد يأكدون على الدعاء الدعاء هو سلاح المؤمن حسن الدعاء هو الرابط بين العبد وبين المعبود ما شاء الله بين الرازق وبين المرزوق بين الخالق وبين المخلوق الدعاء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا العيد لغة مأخوذة من العود مأخوذة من العود يعني لأنه يعود يتكرر مرة أخرى فمأخوذة من العود وأيضا بمعنى الفرح والسرور يأتي العيد بمعنى الفرح يكون لنا عيدا يعني فرحا نستبشر ونفرح ويدخلنا السرور عندما تنزل علينا هذه المائدة فالعيد في الواقع سمي عيد لغة لأنه يعود واصطلاحا العيد هناك عندنا أعياد شرعية أعياد قد أكد عليها أو فرضها الشارع المقدس الله سبحانه وتعالى هو اللي شرعها وعدنا أعياد لا أعياد قومية عدنا أعياد خاصة بفرقة معينة طائفة معينة من أجل أنه يعود عليهم في كل سنة نعم مثلا عيد الأوم مثلا عيد العامل مثلا وهكذا من الأعياد اللي تعود على الناس في كل سنة لذلك سمي العيد عيدا أحسنتم بارك الله فيكم سماعت سيد لماذا سمي عيد الفطر تحديدا بعيد الفطر سماعت سيد أحسنتم الفطر لأنه يرجع بالإنسان إلى فطرته الفطرة السليمة الفطرة السليمة أنه كما تؤكد الروايات وأيضا أقوال العلماء على أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان جعل في خلقته يعني في أثناء خلقة البشر جعل شيئين الفطرة والغريزة الفطرة والغريزة طبعا هما شيئان مختلفان متقابلان الفطرة والغريزة الفطرة أنك لو تركتها وشأنها أخذتك إلى أعلى عليين إذا تركتها خليتها على رسله مثل ما نقول تأخذك إلى أعلى عليين أما إذا تلاعب بها الشخص ممكن أنه تحرف الإنسان عن فطرة السليمة الفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها وهو الإيمان الخالص المطلق يعني أنت كما يقول علماء النفس وعلماء الاجتماع لو أن إنسان ولد من الساعة الأولى ويأخذونه يخلونه في مكان بعيد عن الناس ما يختلطوا يأحد لا ويأ أمه ولا ويأ أبو ولا ويأ عائلته ولا أي إنسان آخر ويعيش لوحده فطرة السليمة اللي ما حد إجاء ودنسها ما حد تلاعب بيها تأخذه إلى خالقه تأخذه إلى الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول كل مولود يولد على الفطرة فبيدي أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان يعني راح يحرفون هم هذه الفطرة السليمة ما لت راح يتلعبون بها ويحرفوها أما إذا يبقى على فطرة السليمة يأخذه إلى الله سبحانه وتعالى الفطرة الفطرة إذا تركتها وشأنها تأخذك إلى على عليهم إذا تلعبت بها لعله تأخذك إلى أسفل السافلين نعم أما الغريزة الغريزة لا ما كنت تتركها لوحدة بعكس الفطرة الغريزة يجب أن العقل يسيطر عليه إذا ما سيطر عليها العقل إذا تركتها وشأنها ستأخذ بالإنسان إلى أسفل السافلين نعم أما إذا سيطر عليها العقل والإدراك الصحيح يأخذها إلى على عليهم حسنت إذن سمي عيد الفطر بعيد الفطر لأنه يرجع بالإنسان إلى فطرته السليمة يعني شنو يعني اللي يصوم شهر رمضان الإنسان عندما يكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى طيلة هذا الشهر ويكون واقعا صائم يكون كيوم ولدته أمه إن شاء الله يعني يرجع إلى فطرته السليمة يكون بعد نظيف ومنزه عن الشوائب الأخرى فلذلك سمي عيد الفطر من هذا المعنى بالفطرة السليمة بارك الله فيكم سماحت سيد هناك مستحبات أيضا في هذا اليوم تحديدا ما هي المستحبات؟ مستحبات عيد الفطر مستحبات عيد الفطر أنه طبعا بغض النظر عن أن زكاة الفطر واجبة لكن قلنا في الحلقة السابقة بأنه استحباب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد نعم طبعا من أهم مستحبات يوم العيد أن الإنسان يغتسل يغتسل بيوم العيد غسل يوم العيد عيد الفطر وأن يزور الحسين عليه السلام سلام الله أيضا من المستحبات المؤكدة في يوم العيد زيارة الإمام الحسين عليه السلام وكما أشرت سابقا بأن الله سبحانه وتعالى يريدنا دائما مرتبطين بالحسين لأن الحسين عليه السلام يوجهنا إلى الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى هذه روايات أهل البيت أكد وتحثنا على الاتصال دائما بالإمام الحسين عليه السلام ويا زيارتي سواء كان عن قرب أو عن بعد وأيضا من المستحبات زيارة القبور ليس فقط أنه نتراود بعضنا مع بعض زيارة الأحياء بعضهم مع بعض في يوم العيد لا بل نذكر الأموات أيضا جميل زيارة القبور أيضا مستحبة لأنه يدخل السرور عليهم قطعا عدماروا إلى القبور ماذا نصنع؟ نقرأ القرآن ندعو الله نبعث لهم بالثواب وكذا فيدخلهم السرور أيضا إلى الأموات فلا ننسى الأموات أيضا في يوم العيد والتزاور والتواصل من المستحبات في يوم العيد نعم أيضا إدخال السرور على العائلة خصوصا على الأطفال هذه أيضا من المستحبات ومن أهم المستحبات في يوم العيد خصوصا عيد الفطور صلاة العيد نعم صلاة العيد هذه هي دلالة على وحدة المسلمين واجتماعهم في قوة لهم وتواصل وترابط بينهم بعضهم مع بعض نعم من أهم المستحبات صلاة العيد حسنتم بارك الله فيكم حسنتم سمحت سيد الله يحفظكم هل يعتبر يوم العيد يوم فرح وهل يجوز فيه أي عمل سمحت سيد أم لا بارك الله فيكم كما أشرنا سابقا بأنه قطعا يكون العيد هو يوم فرح نعم يوم فرح أن يتجنب المحرمات نعم أن يتجنب المحرمات في يوم العيد وينشغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى لأنه هو في الواقع يوم العيد يوم فرح كما قال أمير المؤمنين عليه السلام كل يوم لم تعص الله عز وجل فيه فهو عيد حسنتم فهو عيد يعني نتجنب المعاصر وفي الواقع يوم توبة هو يوم توبة ليش لأنه طيلة هذا الشهر لربما يصدر من عندنا خطأ يصدر من عندنا ذنب المعصية ففي يوم العيد نتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيكون فرح من هذا الباب يعني يكون يعني الإنسان يكون قد أكمل وأدى ما كلفه الله سبحانه وتعالى به فيكون فرحان من هذا الباب حسنتم أدى تكليفه بارك الله فيكم سماح السيد طيب الله أنفاسكم طبعا مثل ما نعرف أنه العيد لجميع المسلمين لكن هناك أناس هم أصحاب العيد سماح السيد من هم أصحاب العيد بارك الله فيكم أصحاب العيد الحقيقيين كما أشرت سابقا بأنه هو الذي صام شهر رمضان نعم وأدى ما كلفه الله سبحانه وتعالى بهذه الفريضة نعم هو الذي يصير واقعا صاحب العيد هو صاحب العيد نعم الآخرون ممكن أنه يفرحوا معاه نعم لكن هذا اللي ما صام شهر رمضان متعمدا ولعله البعض لا يعتني بشهر رمضان هذا بعد ما هو صاحب العيد نعم صاحب العيد الذي أدى التكليف أو كان عنده عذر مثلا كان مسافرا أو كان مريضا من كان منكم على سفر أو مريض أو كذا فالقرآن الكريم يقول هذا معذور نعم لأن الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مريد يكلفكم ما لا طاقة لكم به فهذا المعذور أيضا ممكن أنه يصير صاحب العيد صحيح أما هذا المتعمد نعم الذي لم يهتم ولم يعتني ولم يراعي حرمة شهر رمضان هذا بعد ما أعتقد بأنه هو يصير هو المعيد حسنتم بارك الله فيكم سماح سيد دقيقة واحدة لو سمحتم بإيجاز صلاة العيد وكيفية صلاة العيد الشرحون للسادة المشاهدين بارك الله فيكم الله يحب طبعا صلاة العيد هي في زمن غيبة الإمام المعصوم عبدالله تعالى فرج الشريف من المستحبات نعم وليس من الواجبات في زماننا هذا هي من المستحبات و صلاة العيد كيفيتها فيها خطبتان فيها خطبتان من باب الاستحباب طبعا نعم لكن خطبتان صلاة العيد يكون من بعد الصلاة وليس من من قبلها ومثل صلاة الجمعة موثل صلاة الجمعة نعم صلاة الجمعة الخطبتين يصير قبل الصلاة نعم أما صلاة العيد الخطبتين يصيرا من بعد صلاة العيد صلاة العيد ركعتان في الركعة الأولى طبعا أي شورة من بعد الحمد تقدر تقراها لكن يستحب أن تقرأ سورة الشمس وسورة الأعلى بالركعة الثانية وبالركعة الأولى هناك تقنط خمس مرات أي دعاء التي تقرأها بالقنوط بكل قنوط المعروف هذا الدعاء اللهم أهل الكبرياء والعظماء وأهل التقوى والمغفرة والرحمة فهذا خمس مرات نقنط بالركعة الأولى بالركعة الثانية أربع مرات جميل جدا ثم نختمها بركعتين تشهد وسلام وتنتهي ومن بعد انتهاء صلاة العيد يقوم الإمام ويخطب بخطبتين مختصرتين يحث بها الناس على ذكر الله سبحانه وتعالى والتوبة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا ينسى هذه أيامها وشهر رمضان بالعبادة مالته والنظم اللي كان عنده وأيضا يحثهم على التآخي والتواصل والترابط وذكر الأحياء والأموات حسنتم سماح سيئة طيب الله نفاصكم نطلع إلى فاصل ونرجع إلى خدمتكم إن شاء الله أحباء المشاهدين فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى نعود وإياكم مجددا أحبائي المشاهدين لكي نكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج توضيح المساء الوظيف للكريم سماح السيد مناف الجزائري حياكم الله سماح السيد موفقين لكل خير إن شاء الله الله يحفظكم سماح السيد ما هي طرق إثبات الهلال الله يبارك فيكم ويرعاكم الله يحفظكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وردنا محمد وعلى الله الطاهرين طبعا عند بعض الفقهاء من طرق إثبات الهلال ستة والبعض من عندهم قال بخمسة نعم خمسة الطرق الطريق الأول أن المكلف يرى الهلال بنفسه المكلف يرى الهلال بنفسه هذا الطريق الطريق الثاني شاهدان عادلان نعم يعني يجون شهود عدول ثقة ويشهدان بأنهم قد رأى الهلال هذا كله بالعين المجردة سماحة سيد هسا نجي نعم لهذه المسألة نعم بأنه مشهور فقهانا نعم يجب أن تكون الرؤية بالعين المجردة نعم أما إذا مثلا رأوه بالعين المسلحة وحددوه حددوه وين بياه مكان وبعد ينشافه بالعين المجردة هذا بعد أفضل نعم لكن أكو من يقول أيضا من العلماء بجواز الرؤية بالعين المسلحة نعم رؤية المكلف بنفسه شاهدان عادلان بعد الشياع المتاخم للأطمئنان يصير شياع ويصير شهرة بين الناس بأن هذا الشياع يجيب لأطمئنان يجيب للمكلف أطمئنان بأنهم هؤلاء لا يكذبون الشياع اللي صار عندهم برؤية الهلال استوجب إطمئنان عندي نعم 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 والتعدد عفوا إكمال العدة يسمونها إكمال العدة يعني نكمل شهر رمضان ثلاثين يوم من بعد ثلاثين يوم يصير يوم الحيد حسنتم إكمال عدة يسمونه وأيضا حكم الحاكم بعض الفقهاء يقول حكم الحاكم أيضا من الأدلة أو من الطرق التي تثبت رؤية الهلال لكن عد بعض العلماء لا نعم ما يقبلون حكم الحاكم مثل سماحة تعالية الله العظم وأسيدي سستاني حفظ الله وأيضا التواتر التواتر عندما يصير أيضا الشهرة بين الناس التي توجب الأطمئنان توجب الأطمئنان بإثبات رؤية الهلال فعن بهذه الطرق بهذه الطرق يثبت الهلال أما غيرها لا بعد نعم بعض العلماء قال بالحسابات الفلكية أيضا قليل من العلماء من يقول بالحسابات الفلكية أيضا يثبت مثلا العيد أو يثبت الهلال عن طريق الحسابات الفلكية أيضا هذا قول موجود نعم حسن تمبارك الله فيكم سماعا سيد هناك مسألة كل عام في يوم العيد أو في أيام العيد تحديدا نسمعها أنه مثلا أهل أستراليا فطروا شافوا الهلال هل أهل العراق فطرون لأنه أهل أستراليا شافوا أو لا نعم فهذه مسألة حقيقة كل عام نسمعها وتتجدد نعم فشنو الإجابة سماحت سيد يعني إذا ثبت الهلال هلال العيد مثلا نعم هلال شوال في بلدة هل يثبت في بلدة أخرى الجواب بأنه حسب مبنى الفقيه اللي أنت ترجع له المرجع اللي أنت ترجع له إذا كان يقول ب وحدة الأفق بوحدة الأفق إذا ثبت في بلدة اللي اتحد الأفق مالتها ويا البلد مالتك نعم يثبت عندك أيضا أما إذا ما كان اتحاد بالأفق فلا يثبت عندك يثبت عندهم لأنه يكون مسافة مثلا مثل ما تفضل بين أستراليا وبين قارة آسيا مسافة والأفق يختلف فهم يشوفون الهلال ممكن بس نعم فهنا هناك مباني يعتمد عليها الفقيه إما أن يكون مبنى تعدد الأفق فكل بلدة لها أفق على حدة مثل رأي شماحت آية الله العمى سيد الشتان تعدد الأفق وهناك من يقول بوحدة الأفق فإذا ثبت في بلدة يثبت في بلدة أخرى نعم فهنا لاختلاف نعم هل تعدد أفق أو وحدة أفق حسنتم فالاعتماد يكون على رأي ومبنى الفقيه اللي أنت ترجع له طيب الله أفاسكم سماع السيد بارك الله فيكم أيضا حقيقة في يوم العيد تحديدا يعني خلي نذكر هذه النقطة جدا مهمة الكثير والكثير من أخواننا المؤمنين يشيرون فلكيين وفلاسفة بألم الفلك يعني يبعو على الهلال يقول هذا أبو ليالتين هذا مو أبو ليالي زين شنو الجواب لهم سماحت السيد حقيقة يعني طبعا كبر حجم الهلال أو تطويقه بالنور مثلا أو مشاكل عند ولادته هذا لا يعتد به هذا مو دليل على أنه مثلا هذا ابن ليلتين أو ابن ثلاث ليالي نعم إذا كان كبير بالحجم لا كذلك مثل ما أنه بعض النساء بعض النساء عندما يصير عندها ولادة تنجب الطفل اللي كان في بطنها أكو بعض النساء تلد الجنين اللي كان في بطنها المولود يصير وزنه أربع كيلوات أكو أمرأ آخر بنفس اليوم أيضا ولدت هذا الطفل اللي صار كيلوين وزنه أكو فرق بين الكبا والوزن والحجم وكذا أكو فرق كذلك ولادة الهلال مرة أن يكون ولادة كبيرة الحجم مالته نعم ويكون مثلا مطوق بالنور أو مشاكل ومرة لا يكون ضعيف جدا فالكبار والصغر لا اعتبار له في قضية تحديد عدد ليالي الهلال نعم أبدا بارك الله فيكم سماعة السيد إذا أصار هناك اختلاف بين العلماء في إثبات الهلال وهذا وارد سماعة السيد صراحة خلينا نحكيها كل سنة يكون اختلاف بين علماءنا الأفاضل لكل رأيه نعم وطبعا أكيد أراءهم محترمة جدا شنو دور المكلف هنا شنو اللي لازم يصنع المكلف سماعة السيد أحسنتم طبعا أريد أوجه فالنصيحة للمشاهد الكريم اللي إحنا مثل ما تفضلت فيه كل سنة إحنا جاي نمر بهذه السنوات الأخيرة خصوصا هذه المسألة مسألة إثبات ثبوت العيد وإثبات هلال شهر شوال هذه من المعضلات صارت عندنا صحيح ومن المشاكل اللي عمت ليش؟ لأنه صار عندنا تعدد مرجعية وعلماء أنا مثل ما اتفضلت كلهم محترمين نعم نحترمهم نحترم هراءهم ومبانيهم فأنا ما يجوز لي أنا المقلد ما يجوز لأعترض زين بدون ما أنه أعرف شنو السبب عندما يكون اختلاف كما أن رواية النبي صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة اختلاف اختلاف أمتي رحمة يعني أنت لا تقول بأنه وين هي الرحمة إذا صار بناتهم اختلاف في قضية هنا حتى يريد يشوفك أنت مدى صبرك يريد يشوف أنت المكلف شنو راح تقدم للدين وللمذهب وهل أنه أنت تصبر تتحمل ما تتحمل هذا هم نوع امتحان واختبار حسنتم ثانيا إذا لم تخصصك أنت ليش تدخل هذا جدا مهم هذا جدا مهم حسنتم بدل ما أنه أنت تحل لمشكلة ليش أنه تصعبها وتنفر الآخرين من الدين لا بالعكس أخواني أعزائي المشاهدين قضية الاختلاف في إثبات رؤية الهلال من الأمور الطبيعية جدا كما سبق وقد تحدثنا في الحلقات السابقة يجوز الاختلاف على حسب الآراء والمباني اللي يتبناها أي عالم من العلماء وهم مثل ما قلنا سابقا بأنهم محترمون زين علماءنا لازم نحترمهم لازم نقدرهم نعرف بأنه هؤلاء قد جاهدوا وناضلوا بالوصول إلى هذه المرتبة حتى أنه يبينون الحكم الشرعي فعدما يصير اختلاف أنا وظيفتي شنو وظيفتي أنا أشوف المرجع مالتي الفقيه اللي أرجع له بمسائل الشرعية شنو اللي يؤمرني بأي مبنى يتبناه أنا أعتمد على مبناه نعم وأمشي على رأيه جيد ممكن في عائلة واحدة في عائلة واحدة أفراد متعددين ممكن أبو علي يقلد الشيخ الفلاني يرجع له بتقليده وفلان من العائلة يرجع إلى السيد الفلاني بمسائل الشرعية وصار اختلاف بيناتهم هذا ممكن واحد من عندهم ثبت عنده لآخر ما ثبت عنده ماذا يصنع المكلف المكلف يكون طائح حسب رأيه المرجع مالتي ويتبناه ويكون عنده أمر طبيعي أو لا يشوف ها مثلا صعبة يقطع مسافة شرعية وقلنا سابقا يجوز السفر فرارا عن الصيام نعم قلنا سابقا يجوز السفر ولو كان خصوصا من بعد يوم 23 وبالخصوص إذا كان أمر راجح على المدى أنا لا يصير عندي مشكلة ممكن أنه يعني أواجه فد مشكلة شك يصير عندي ترديد يصير عندي ما أطمئن وأبسط الأمور سماحت سيد أنه مثلا أنا صايم والدي فاطر والدي والدي جاي يحيدون وأنا صايم بالبيض فهذه جدا مهمة يعني كعائلة نعم لا بالعكس حتى ولو كان الأمر يصل إلى هذا هذا الشيء بأنه بعض أفراد العائلة رح يحيدون والبعض رح يبقون صايمين هذا ما يدل على أنه رح يصير في التنافر أو يصير مثلا مبغوضية أو عدم ارتياح نفسي لا بالعكس أنا إذا أتحملها وأقول بأنه هذا فضع امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى أصبر على نفسي أو لا أقول مثلا أنا ما أريد أوصل إلى هذه المرحلة أنا أريد أعيد ويالبقية هناك مخرج هناك مخرج المخرج بأنه أقطع مسافة شرعية وأروح آكل هناك أنا وعائلتي نروح هناك نتريق بعد ما نقطع المسافة الشرعية جميل جدا أحسنتم نقطة جدا مهمة أخيرة سماحة السيد طبعا هو يجاي يقولون من الناس من عامة الناس يقولون أنه أنت عايش في هذا البلد ما دام عيده أنتهم لازم تعيد أنتم ذكرتوها ولكن بإيجاز سماحة السيد قبل أن تنتهي الحلقة شون توجه لهم كلمة هذول اللي جاي يحكون بدون علم خليين يحكي واقع حال يعني مو تخصصهم جاي يتطفل ويتكلم يا أنت خلاص ما دام في دولة اللي أنت موجود بها عيدت لازم تعيد وهناك فتوى من المرجع ما لك بدون ذكر أسماء سماحة السيد أنه لازم تعيد قايل لك يعني يجبون فتاوي أيضا من فلسهم سماحة السيد لا أشكال في ذلك إذا كان رأي المرجع ما لتك الفطيح اللي ترجع بمسائلك الشرعية يقول ب مثلا وحدة الأفق نعم إذا كان رأيها هكذا والبند المجاور إليك مثلا عيدوا وثبت عيدهم الهلال نعم حسب الطرق اللي بيناها الطرق الشرعية لإثبات الهلال فما في إشكال أنه إحنا أيضا نعيد نعم أما إذا كان مبنى ورأي المرجع مالتي يختلف لا يقول بوحدة الأفق بل يقول بتعدد الأفق أنا لازم أخذ به حسب مبنى هو حسنت لأنه قال لي أنه أنت لازم تتبعني برأي زين فيجب علي أن أتبعها أما إذا لا قال لا أشعر لكم ببلدي اللي أنا أعيش به أنتم شوفوا بلدكم ثبت إذا كان يصرح هكذا الفقيه بهكذا تصريح فأنت عيد أما أنت من كهرب ما يزري تعيد ما يصير تعيد نعم ما يصير أنه تتخذ هذا يوم عيد ولم يثبت لك حسب رأي المرجع طيب الله أنفاسكم سيدنا بارك الله فيكم الله يعودكم إن شاء الله دائما وأبدا إن شاء الله في خدمة الدين والمذهب وخدمة سيد الشادع الإمام حسين عيسى الله أحبكم الله أحبكم شكرا جزيلا لكم سماح سيد الله أحبكم نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية في هذه اللحظات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل شكرا لكم على كرم المتابعة على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله وبرامج أخرى من خلال هذه الشاشة المباركة شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة